العلاقات المصرية الإباراتية علاقات تاريخية قوية متينة ثابتة ممتدة وفعالة على كافة الأصعدة وفي كل وشتى المجالات الآن مع كلمات ضيف مصر الكريم وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة السيد محمد القرقاوي فليتفضل مع لي معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية أصحاب المعالي والسعادة السيدات وسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أكون معكم اليوم هنا في بلدي الثاني مصر مصر التاريخ والحضارة مصر المجد والتجدد مصر البناء والعمران وإبداع الإنسان يسعدني أن أكون مشاركاً معكم بالدورة الثانية لجائزة مصر للتمييز الحكومي والتي تأتي ترجمة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالآداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات وذلك كجزء من تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر عشرين ثلاثين أعتز من أكون بينكم اليوم ممثلاً عن حكومة دولة الإمارات العربية فما يجمع الحكومتين هو الحرص على التمييز والتجدد وما يجمع فريقين هو الرغبة في تبادل المعارف والخبرة وما يجمع شعبينا هو المحبة والتقدير وتاريخ أخوي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان مع القيادة المصرية منذ قيام دولة الإمارات قبل خمسة عقود ما يجمع بيننا هو وقفة مصر التاريخية مع دولتنا الوليدة قبل خمسين عام ودعمها بالرعاية والخبرة والعلم ما يجمع بيننا هي وصية الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه لأبناء شعب الإمارات وقيادة الإمارات بأن مصر بالنسبة للعرب هي القل ونهضتها نهضة للعرب كلهم أصحاب المعالي السيدات والسادة هذا هو العام الرابع في مسيرة شراكة التطوير الحكومية التي وجهت بها قيادة البلدين وإذا كانت التجربة الإماراتية في العمل الحكومي قد ألهمت الكثير من التجارب الحكومية الأخرى فأن مصر هي التي ألهمت العالم كله عبر آلاف السنين بتجربتها الحضارية والحكومية والإدارية والإنسانية خلال أربعة عوام فقط من هذه الشراكة الجديدة استطعنا معاً التحقيق الكثير ليس بسبب الاتفاقيات ولكن بسبب الروح الأخوية الحقيقية بين الفريقين والحكومتين استطعنا معاً استثمار 211 ألف ساعة في تبادل خبرات والمعرفة بين فرقنا الحكومية استطعنا أيضاً تبادل تجارب والخبرات مع أكثر من 15 ألف مسؤول حكومي وفي الدورة الأخيرة لجائزة تميز تجاوز عدد طلبات الجائزة ألفين تجربة حكومية كما ارتفع عدد خبرات تقييم إلى أكثر من 140 محكماً ومقيماً أنجزوا أكثر من 100 ألف ساعة عمل لتقييم التجارب الحكومية المصرية الرائدة السيدات والسادة رحلة التميز تحتاج منها لصبر ومثابرة واستمرار وإصرار ونتائجها سنراها واقعاً ملموساً في كافة القطاعات من خلال تغيير ثقافة العمل الحكومي وبثروح جديدة من التنافس والتطور والابتكار مصر زاخرة ومصر كما يقال واللادة ومصر لا تنتهي فيها التجارب ولا يتوقف فيها الإبداع أصحاب المعالي والسعادة ما نراه اليوم في جمهورية مصر العربية من تطورات إدارية وقفزات تطويرية وتمكين الشباب المصري والإيمان بأفكارهم بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير بشكل واضح إلى أن مصر وخلال سنوات قليلة فقط من رئاسته أصبحت مختلفة وعالمية وفي موقعها التاريخي الذي تعودت البشرية عليه منذ آلاف السنين السيدات والسادة دعوني أنهي كلمتي بقصة التقيت قبل فترة بحد المسؤولين المصريين أثناء جولة مدهشة في العاصمة الإدارية الجديدة سألته أين تريدون الوصول كانت إجابته ملهمة قال لي لقد فازت القاهرة في عام 1925 بلقب أجمل مدينة على مستوى العالم واليوم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد للعاصمة الجديدة أن تفوز بنفس اللقب في عام 2025 نعم نعم هذا هو الإنسان المصري الذي يراهن عليه فخامة الرئيس وهذه هي مصر التي نراهن عليها كلنا لتقود العرب نحو مستقبلاً جديد حفظ الله مصر وشعبها وأدام عزها ومجدها ونهضتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة